وأنا بذكر قصة أحمد لقيت فيها معلومة كنت بسمعها لأول مرة واعتقد أنتوا كمان هتتفاجئوا بيها جدا وكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي مش هتصدق إنه في دراسة عملت كده الدراسة دي بتقول إنه الفشل في إنك تلاقي شريك حياتك وإنك تدخل في علاقة حب مصنف رسميا كنوع من أنواع الإعاقة ده حسب مين؟ منظمة الصحة العالمية يعني الناس اللي مش قادرة إنها تدخل في علاقة حب أو يلاقي يحبوا ويتحبوا ويلاقيوا الشريك الحياة عندهم إعاقة نفسية المفروض إنه هم يعني يعملوا إعادة التأهيل والله مع معالج نفسي بالمنطق ده معظمنا بكل أسف عنده إعاقة نفسية وأنا أسفاً يبقى إعاقة لأنه إحنا محبش الكلمة دي بس هي مصنفة كده إعاقة نفسية ولازم إنه إنت تتعالج ومحتاج معالج نفسي لأنه أغلبنا دلوقتي بيتكلم عن إنه وإنه الفراء وحد غضر بي ومين خاين وأنا الوحدي ومفيش قصة عطفية حلوة بتكمل للآخر ومبقاش حد عنده الحب اللي أنا بحبه للناس تهيقلي كلنا جربنا طبعاً إنه إحنا نسيب ونتساب وفاكرين إنه العالم هينتهي تهيقلي كلنا جربنا person